أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان سؤال وهذا السؤال أول سؤال في الكتاب المقدس تستغرب أنه كان السؤال من الشيطان أو من الحية كما يقول الكتاب المقدس وكانت الحية أحيل جميع الحيوانات أول جملة قالها الله ليكن نور تكوين واحد ثلاثة أول جملة قالها الشيطان في تكوين ثلاثة واحد أحقا قال الله وهذا الحديث ضار في الجنة مع حواء ليشكك بكلام الله ولكي يغوي ويغري حواء حتى يسقطها بالخطية ونجح وهذا الأسلوب ما زال حتى يومنا هذا أسلوب الخداع وعن طريق الإقناع بطريق المراوغة حتى بولوس قال لكنيسة كورونتوس أخاف عليكم أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فإذن هذا السؤال ما زال حتى يومنا هذا للأسف العديد بحاول يشكك بكلام الله بشكك بصحة الكتاب المقدس وبالأحرى بشكك بأصفار العهد القديم ولسيما أول 11 إصحاح من سفر التكوين ولأجل هذا الموضوع استضفنا دكتور ناجي إسكندر متخصص طبعا في هذا الموضوع والحلقتين في الأسبوع القادم واللي بعده على قناة الفضائية قناة الحياة رح يكون تحت نفس الموضوع أحقا قال الله وهذه الدراسة رح تكون في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين الحلقة الأولى رح يكلمنا عن سبع أزمنة تحكي تاريخ البشرية طبعا بيتكلم ابتداء من الخليقة وصولا إلى الفداء يعني صلب وقيامة يسوع المسيح ثم نهاية الأيام مجيء المسيح ثانية والدراسة الثانية الحلقة الثانية السؤال هل يتعارض العلم الحديث مع الكتاب المقدس وأنا بكرر هاي الأسئلة على أساس في الأسبوع القادمة إذا عندك أسئلة أو استفسارات حول الموضوع ولسيما الموضوع التي تتعلق بسفر التكوين الإصحاحات الأولى موضوع الخلق موضوع الطفان مثلا موضوع سقوط حواء وآدم في الخطية موضوع بلبلة الألسنة إلى آخره تستطيع أن ترسل أسئلتك فمرة ثانية الحديث الأسبوع القادم رح يكون عن سبع أزمنة تحكي تاريخ البشرية الحلقة الثانية اللي بعدها هل يتعارض العلم الحديث مع الكتاب المقدس والحلقة الثالثة رح تكون الخلق الكتابي أم النشوء والارتقاء والحلقة الرابعة رح تكون حول هل يتطفق سجل الحفريات مع الخلق الكتابي أم مع النشوء والارتقاء وطبعا أسئلة عديدة حول هذا الموضوع أحقا قال الله هذا الأسلوب أحبائي يستمر إلى أواخر الأيام وبتعرفوا في سفر رؤية إصحاح 12 والآية 9 مكتوب فقبض على التنين العظيم الحية القديمة هي نفس الحية التي أغوت حوى الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل مش بس حوى يضل العالم كله أحقا قال الله أنا بصلي أنه الله يفتح عقولنا وأزهاننا ونكتشف الحق الكتابي لأنه كل هذه الحقائق هي عبارة عن سلسلة مثل المسبحة إذا شلت حبة من المسبحة بتفرض كل المسبحة فكل شيء مؤسس على الخليقة من بدء الإنسان كيف الله خلق الإنسان وتعامل مع الإنسان إلى مجيء المسيح ثانية إلى العصر المجيد إلى الجنة أو خلينا أسميها النعيم السماء الأخيرة اللي راح نكون فيها كاملين كما وصف الكتاب المقدس لهذا السبب إذا عندك أي استفسار أو أي سؤال ابعث بتساؤلاتك حول هذا الموضوع الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر